اختتم أمس وزير البيئة والصيد بورا محمد أعمال المؤتمر غير العدي حول منظمة حماية الحياة البرية والحفاظ على الفيلة المناسبة كانت بحضور الأمين العام النائب للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا ووزراء البيئة للدول العضاء وقد جرت المناسبة بأحد فنادق العاصمة أنجمنا حارون أبا آدم والتفاصيل أنهى وزراء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا مؤتمرهم غير العدي حول منظمة حماية الحياة البرية والحفاظ على الفيلة ببيان ختامين شمل مختلف المحاور التي نقشت خلال أعمال المؤتمر أبرزها ضرورة اعتماد هذا المشروع من قبل الاتحاد الأفريقي كمشروع إفريقي يعمل من أجل الحد من عمليات الصيد الجائر الذي يمارس ضد الحيوانات المتوحشة وخاصة الفيلة مع التأكيد بأن الصيد غير القانوني قد يخل بتوازن البيئة ويهدد الحياة البرية كما أن لهذا النوع من الصيد عواقب وخيمة قد تؤدي إلى هجرة الحيوانات المتوحشة من موطنها الأساسي كما سيؤدي إلى انقراضها إذا استمرت وطيرة القتل وأثبتت دراسات أن معدل الصيد الجائر في وسط إفريقيا يقدر بضعف المعدل القاري لذا فمن الضروري اعتماد وتطبيق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الصيد الجائر اختتم عمال المؤتمر وزير البيئة والصيد الشادي برا محمد الذي قدم شكر وعرفان الحكومة الشادي للشراكاء الفنيين والمانحين لتنظيم هذا المؤتمر رفع المستوى بإنجمينة وأشار إلى أن هذا المؤتمر الإقليمي لدول وسط إفريقيا هو تنفيذا للوعود التي تعهد بها رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبيتنو في إطار السياسة الوطنية لحماية الأنظمة البيئية يذكر أن الفقر وضعف الحوكم في بعض الدول موطن الفيلة بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على العاج غير المشروع في الدول المستهلكة من العوامل الرئيسية لزيادة صيد الفيلة غير المشروع في السنوات الأخيرة لذا فإن سن قوانين رادعة ضد مرويجي تجارة العاج وحظر هذه التجارة من الدول المصدرة بطرق غير قانونية من القرارات التي يجب أن تحسم في مؤتمر قادة دول السياسي وبهذه المناسبة قدم وزير البيئة والصيدة بورا محمد كلمة وصف من خلالها أعمال المؤتمر غير العادي لدول وسط إفريقيا بالناجحة داعيا للاتحاد الإفريقي إلى دعم منظمة حباية الحياة البرية نتابع جزء ما جاء في كلمة الوزير وذلك في ميكرافون الزميل هارون أباد نحاجنا في المشكلين وناس كل اليوم قالوا البراكوناج الناس اللي يقتل الفيارة كتروا وإندهم صلاح كتير وجايين من بكان آخر بلدان آخر كي ولازم نينا كمنظمة عن أفريقيا القصة ننظموا ونفتوشوا خلول لنخربوا النازدول ومنظمة نفردا بدور له إمكانيات وحاليا في وقت السعب دا قلنا أهيدنا ما يكون لازم نقلفوا للسياسي السياسي يمشي المشكلين نادا يقدم للإنيو أفريكان يدرسوا يشوفوا وكيف يقدروا يسووا المنظمة حقنا هنالدد البراكوناج دا يسووا تبغى منظمة مخصصة حس أنا أفريقيا السيد اليوم زي ما تعرفوا يقتلوا مرة واحد كلام غرون حقهم يمشي جاكمو وفي غرز دا بس ناس إرخابين دا كل بيوشو ويانتمو وكي عندهم ليا في كات هنا مشكلة دا قبل عشر سانة كي عندنا مرة لكينا وراء الرئيز أدانا القوات مسلحة كمبلية الفوز للورد أرميزات كي عندنا للنهربوخ ترجمة نانسي قنقر